نهار ده شناوي عمل مباراة كبيرة بالمناسبة ديانج ديانج تسبب في ضرب الجزائي في الشوت الأول والحمد لله ضعت الحمد لله عشان كنت هتبوز كل حاجة حلوة عملها لأهل الشوت الأول ديانج عمل مباراة دفاعية النهار ده كويسة بصراحة عشان كده مارس الكورر أبقى عليه في الملعب حمدي فاتح عمل مباراة كويسة كالعادة مران عطيه عمل مباراة كويس سلاسي وسط الملعب مباراة كويسة جد بس ديانج لسه عنده تفاصيل في الاندفاع غريبة جد محتاج يتعلمها محتاج لازم وأكيد مارس الكورر الشغال على ده وده السبب اللي خلى ديانج يقعد في كثير من المباراة الأخيرة للنادي الأهلي على دكة البودلاء الأهلي لعب النهار ده مباراة دفاعية قريت بعض الأراء على السوشيال ميديا وأنا بفرج على المباراة لا الأهلي مش المفروض يدافع أو كده الأهلي مفروض يهاجم الأهلي المفروض يهاجم خاطر أنت الأهلي أنت عندك لعيبة كويسة لا لا يا جماعة وعشان كده أنا أشدت بمارس الكورر أول حاجة ليه في المباراة اللي زي دي تواضع تواضع جماهير تزيد عن 40 ألف مشجع في ملعب صعب جدا هو ملعب محمد الخامس حماس كبير جدا من الرجاء عندهم لعيبة كويسة جدا منزل الكبير مدرم محترم فكل حاجة بتقولك إيه ما تخاطرش لو تفتكر مباراة سانداونز إحنا لومنا على مارس الكورر وقلنا ساعتها إيه إنه ما عندوش خبرات الملعب الأفريقية مش كل ملعب أفريقية تطلع أو تروح تلعب زي ما بتلعب في مصر في الدولة المصري تعمل ضغط عالي وتهاجم وا وا لأ لأ مستوات متقربة بس عشان تفضل النادي الأهلي صاحب الصدارة اللي بطل على طول في بعض المباراة تواضع ومعنى التواضع إنك تتراجع دفاعية مش عيب هتقول ليه ماشي يا عم يدافع مش عيب يدافع بس لما نيه نتحول للهجوم نهاجم كويس لا ما عندناش إحنا ما عندناش إحنا الأوبشن ده في مصر لا منتخب ولا فرق سبتها عندك دي سبتها وشلها عندك دي عشان أنا مش عايز أقولي الكلام المتزوق سبتها عندك إحنا يندفع كويس قوي ينهاجم كويس قوي تهاجم كويس قوي مع فرق أضعف منك وتحاول تدافع كويس قوي مع فرق أزيك مش هقولك أحسن منك لكن إنت عايز تدافع كويس وتروح تهاجم كويس ده يحصل بس في منشستر سيتي بجيب لك من الآخر ده يحصل بس في منشستر سيتي مش كل الفرق الأوروبية الكبيرة كمان مش حاجات خارقة يعني هتقولي ما احنا ما بنواجهش منشستر سيتي هقولك ما هو أنت برضو مش ليل مدريد يعني أنت بتشتغل في منافسة إيسع على نفسك وإيسع على اللي بيحصل في أوروبا عشان كده الأهلي النهاردة عمل مباراة جيدة جدا جدا تكتكاه من مرسي الكولور يستحق الإشهاد برافو عليه بصراحة يا ترجمة نانسي قنقر